الزمالك ونهضة بركان نهاية الكون فيدرالية بعد مباراة الزهاب شايف مواقف الزمالك عجز انا كنت سعيد جدا مبارح لما الزمالك جاب جون شوف رغم انه خسر فيش مشكلة خالص الجون على فكرة ده بيدي امان خارج الملعب خاصة لو الفرق هدف واحد بيديك امان غير عادي حتى لو نلاحظ الفرحة كانت عارمة لعبة الزمالك والجهاز لان الهدف له معاني كتير قوي طبعا يعني مبارات الزمالك شوفنا مبارح انا يمكن تعليقة واحدة بس الحقيقة وهي حتة سامسونج بيلعب جناحة يعني افهم احطه تحت سيف الجزيرة في العمر ولعب بيه بعد المبارات وسجل ماشي الجناح له مواصفات سرعة وخفة ومهارة ويعدي ويعمل كرة عرضية ده مش موجود في سامسونج سامسونج لعب صندوق يجيلك من تحت او يشتغل من جوه الصندوق هيبقى كويت فدي اخلت الحياة بالفريق وشوفنا الجابهة الشمال مستباحة بتاعت نادي الزمالك اللي فيها احمد فتوح حسنش كان بيساعده دفاعيا ابدا يمكن ضبطت شواء لما بدأ يميل عليه زيزو فالشوت طلع بالشكل اللي مش ظريف ابدا بس ليه رجاء فقالو حسن عبد المجيد الحياة لاعيب مجتهد او كده لكن ارجو ما يحاولش قدر الامكان يبدأ الكرة من تحت بان الحياة الباص بتاعه مش مظبوط يعني مش النهاردة بس في مطشات كتير الشوت الثاني شوفنا الزمالك مختلف لما اعاد تنظيم الفرقة خاصة كمان بعد ما خرج سامسون الزمالك سيطر بشكل كبير جاب الهدف انا بعتقد انه هدف الامان مباراة ان شاء الله اللي جاية فوزت الجماهير الغفيرة بتاعت نادي الزمالك لعبة الزمالك بتتألق بتتكلم على نهائي يعني يفوز هزار فاعتقد قادر الزمالك على انه يجيب هدف ويفوز بي على الأقل شكرا